السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع هناك سؤال يخطر ببالي بشكل مستمر وهو هل المسلسلات اللي تعرض بالتلفاز وبنتفلكس وأقصد مسلسلات الجريمة اللي يتصور طرق عمل المجرمين والقتلة وكيفية استمتاعهم بارتكاب الجريمة أو تعذيب الآخرين هل هذا الشيء يحفز الرغبة الموجودة بالقتل عند بعض الناس هل يتأثر الناس بمسلسلات أو أفلام ويصبحون مجرمين أم لا الأخطر من كل شيء هو التكتيكات المستخدمة من قبل المحققين بالمسلسلات والأفلام وهي تكتيكات حقيقية أحيانا يستعينون بكتب وبخبراء من عالم الجريمة حتى يعملون مسلسل فهل نشر طرقهم نشر طرق التحقيق للعلن تشجع المجرمين على أن يكونون أكثر احترافية ويفلتون من العقاب طبعا هناك دليل قد يثبت ما أقول وهو أن الجرائم تحصل بشكل كبير بألمانيا وتزداد بسبب ربما هذه المسلسلات يوم أمس نشرنا لكم خبر عن وفاة فتاة عمرها 17 عام مجرد أنها خرجت من بيت أهلها يوم الأحد يعني وقت الخروج الخبر نشر يوم أمس ما رجعت للبيت وبوقت متأخر من نفس اليوم الأحد اللي طلعت وما رجعت من بيت أهلها تم العثور على جثتها بحفرة بمدينة تسمى بارنبوغ بنيدا زاكسن بالولاية الألمانية بالقرب من هانوفر الملفت للنظر أنه ما تم سرقة شيء منها لا سرق منها مال ولا حتى تم الاعتداء عليها أو اختصابها ولكن فقط تم طعنها وقتلها اليوم وبمكان يبعد خمس دقائق فقط بالسيارة عن مكان الجريمة اللي حصلت يوم الأحد تم الإعلان عن جريمة جديدة حصلت بمدينة تسمى ديفولتس بمطعم الماكدونالد بالبارك الخاص بركن السيارات رجل تقول الشرطة أن عمره 42 عام هو ألماني الجنسية قام بطعن امرأة ما يعرفها بالجزء العلوي من جسدها يعني المقصود بمنطقة الصدر سواء بالقلب بالرأتين أو بالكبد وبعد الطعن أتوا أشخاص لمساعدة المرأة وهو هرب من مكان الحادثة بسيارة فاوفي فولكسفاغن من نوع توران لونها بني ورقمها تابع لمدينة ديفولتس اللي صار بيها الطعن الطعنة كانت خطيرة جدا بحيث المرأة اللي عمرها 30 سنة تم نقلها مباشرة للمشفى وهي بحالة خطيرة أي بين الحياة والموت ولو نجت من الطعنة فهتعيش معانات ويعني شلل ربما يكون مدى الحياة المتحدث باسم الشرطة بالمدينة يقول أننا نحقق باحتمالية أن يكون الضحيتين وراءهم نفس القاتل الضحية اللي يعني توفت يوم الأحد اللي قتلها الشخص المجهول والضحية اللي طعنت يوم أمس بالليل يعني تحديدا هذا اليوم بالساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل 12 ونص وقت ارتكاب الجريمة لأن على ما يبدو هناك بعض الخيوط اللي تقود إلى شخص واحد كون اسلوب الهجوم وشكل الطعنة ربما عمقها ويعني أمور أخرى متشابهة أنا قاري بعه في كتب علم النفس وتبين أن المجرم يعني أحيانا اللي يقتل لأجل القتل أحيانا يزور بنفسه مكان التحقيق أو مكان يعني الحادثة وبعد مدة من الزمن تحصل عندها رغبة جديدة للقتل يحاول إشباعها خلال مدة زمنية معينة من أسبوع إلى شهر يعني يجري عملية القتل مرة أخرى الحاجز اللي كان يخاف منه بالماضي اختفى بعد الارتكاب الجريمة الأولى فالآن يزداد المجرم إجرام بعد الضحية الثانية طبعا هذه الفكرة طرحت بمسلسلات جنائية عديدة وهو دليل على أن المسلسلات بالتلفاز قد تكون تحرك الجريمة على أرض الواقع الآن أصدقائي رح نتكلم بأمور أخرى ربما ما تسمعوها بقنوات أخرى أو بأي وسائل إعلام بأوروبا اليوم الناس بألمانيا وبأوروبا يدفعون ثمن غالي للمحروقات مثل البنزين والديزل والهايتس والوقود التدفئ بالمنازل ولكن سعر النفط العالمي هذا اليوم هو عند الـ 85 دولار إلى الـ 90 دولار يعني تراوح وهو سعر طبيعي ليس بسعر عالي ولكن ما ندفع عالم من عبي سياراتنا يشبه تقريبا السعر اللي كان ببداية حصول حرب أوكرانيا بالعام الماضي بفبراير من 2022 السبب بغلاء أسعار المحروقات علينا هي العقوبات اللي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا وأنا أقول دائما أنها عقوبات فرضت على سكان أوروبا وليس على روسيا واليوم مقال نزلته تاكس شبيغل يؤكد نظريتي يقول المقال أو ينص المقال على أن المكتب الفدرالي الألماني للإحصاء أرقامة تشير إلى أن ألمانيا الآن تستورد نفط روسي بشكل كبير ولكنها لا تشتريه مثل ما كان الحال قبل الحرب عن طريق أنبوب النفط الروسي أنبوب دروكبة، أنبوب الصداقة يعني كان الأنابيب الروسية تدخل إلى ألمانيا لمصافي تكرير ألمانيا وروسية بداخل الأراضي الألمانية تكرر النفط ونحصل على بنزين وديزل وهيدسول بثمن رخيص الآن ألمانيا تشتري النفط الروسي ولكن النفط الروسي يدخل إلى ألمانيا عن طريق تصديره من روسيا إلى الهند يعني إلى الهند بأقصى الشرق وبعدين الهند تحمل تكلفة سعرية وتصدر إلى ألمانيا من جديد بشكل آخر يعني ما يتم الإعلان أو مصارحة بأن هذا النفط مصدره روسي فعملية النقل من الروسي إلى الهند مكلفة وعملية النقل من الهند إلى ألمانيا مكلفة يعني رح يقطع مسافة بعيدة يمر بالمحيط الهندي البحر الأحمر قناة السويس البحر المتوسط مضيق جبل طارق ها كلها رسوم تدفع وبعدين يأتينا من بحر الشمال بعد فترة طويلة وسعر عالي وبسبب نحن ندفع تكلفة هذه العملية لما نعب بنزين أو لما ندفع فاتورة التدفئة ألمانيا خلال فترة قصيرة حسب تاكس شبيقل هذا اليوم اشترت مشتقات نفطية روسية من الهند بقيمة نصف مليار يورو وهي زيادة بحوالي 12 ضعف عن فترة ما قبل حرب أوكرانيا بنفس الوقت بعض الدول الأوروبية مثل هنغاريا ودولة التشيك الآن زادوا من تدفقات المشتقات النفطية الروسية إلى أراضيهم وهم يتحججون بأننا ما نستطيع أن نتحمل تكلفة عالية لشراء المشتقات النفطية من أماكن أخرى بعيدة وغالية الثمن هذه الدول تحكم حكومات يمينية متطرفة وبالمانيا الحزب اليميني الشعبوي حزب البديل يريد إنهاء العقوبات على روسيا وإعادة استيراد النفط والغاز منهم وحتى إعادة بناء أنابيب أو ترميم أنابيب نورستريم واحد واثنين الروسية اللي تم تفجيرها ببحر البلطيق بالعام الماضي حتى تنقل الغاز من جديد إلى ألمانيا وبسعر رخيص الموضوع الآخر أصدقائي رح نبقى مع حزب البديل فهو ثاني أكبر حزب بالشعبية الآن بألمانيا وشعبية بإزدياد مستمر واليوم على الموقع الرسمي لحزب البديل من أجل ألمانيا كان هناك بيان استنكار لقانون تسهيل التجنيس بألمانيا ومنح الجنسية بسهولة بشروط مخففة للأجانب ويعني بمدة قصيرة من الزمن هم يتوعدون أنه في حال فوزهم بالانتخابات القادمة سيلغون التسهيل ورح يجعلوها صعبة بل يتوعدون الآن بأن يعرقلون هذا القانون عن طريق يعني التدخل بمجلس الشيوخ أو البندوزغات لأجل أن يتم عرقلة هذا القانون وجاء بالبيان اللي قدم الحزب هذا اليوم هو أن وزارة الداخلية الحالية اللي يرأسها الحزب الاشتراكي الاسبيدي وزيرة الداخلية ناسي فيزر تريد الوزارة تسهيل التجنيس وتريد تسريعه وإضافة فقرة جديدة وهي السماح للمجنسين الأجانب اللي يتجنسون بالاحتفاظ بجنسية بلدهم الأم وبحالات معينة إعطاء الجنسية الألمانية بثلاثة سنوات فقط هنا أضع ملاحظة بسيطة الجنسية الألمانية مستحيل يحصل عليها أحد بثلاثة سنوات حتى لو أقر القانون لأن جحافر راح تقدم عليها منهم ملايين الأتراك اللي يعني ما يستطيعون أنه يتخلون عن جنسية بلدهم الأم فدراسة الطلب حسب مكاتب التجنيس قد تطول لأربعة أو خمسة سنوات في حال إقرار القانون يعني أنت تقدم بعد ثلاثة سنوات من تحقيق الشروط ضيفة لها خمسة سنين تصير ثمان سنين حزب البديل يقول أننا نرفض هذا التسهيل وندعو مجلس المقاطعات البوندسغات لما يتم رفع القانون إليه عن طريق البرلمان الألماني أن يقوم برفضه حتى ما يتم تطبيقه ويعني تسهيل التجنيس للأجانب ويقول الحزب أنه أحزاب أخرى تشاركنا بهذه الرغبة وقالوا أيضا أن السماح للأجانب بالاحتفاظ بجنسية بلدهم والأم هي مخاطرة وهم يرفضون بيع جواز السفر الألماني بثمن رخيص للمهاجرين هذا ما جاء بالبيان هنا المقصود بالثمن الرخيص هو ليس مبلغ مادي مخفض بل شروط سهلة والتهمة وحكومة شولس بأنها تبيع جوازات وأنها تقوم بهذا التسهيل بتجنيس أجانب بدون مؤهلات لغوية وبدون يعني أو بشروط مخففة وبالتالي ما رح يصنون ألمان حقيقيين بل رح يتم بناء مجتمعات موازية حسب حزب البديل لأناس فقط يحملون جنسية ألمانية ولكن بدون إحساس بالانتماء أو بالمواطنة وقالوا أيضا نحن نعارض تقويض نظامنا الاجتماعي بالتجنيس السهل لأنه يهدد أمنا وازدهارنا وقيمنا وسيكون بلدنا وجهة شعبية لهجرة الفقراء والهجرة إلى الجوب سنتر وأيضا رح تصير ندرة بمساحات المعيشة وأزمة أكبر بالسكن تصعب حياتنا يعني حزب البديل اليمين يستغل أزمة السكن ويقول انظروا المهاجرين يأتون يزيدون من أزمة السكن علينا وبالتجنيس السهل رح تزيد الأزمة أكثر وأكثر الآن أصدقائي نتحول للموضوع الآخر الكلام اللي رح نقوله هو خطير جدا وهو جاء من علماء يدرسون المناخ وينشروا أبحاث بخصوص المناخ وبحثهم وتقريرهم يتكلمون بي عن ظاهرة خطيرة الآن تستهدف تحديدا دولنا العربية العزيزة والدول المطلة على البحر المتوسط بشكل خاص طبعا أتمنى الخير والأمن والأمان إن شاء الله يا ربي لكل دولنا العربية ولكل العالم ولكن يعني نحن مجبورين على نقل الحقيقة بهذه القناة والظاهرة اللي يتكلم عنها العلماء تسبب زلازل وفيضانات الأمر يشمل حسب قولهم تركيا سوريا لبنان مصر المغرب الجزائر وحتى دول أخرى مطلعة على البحر المتوسط مثل جنوب فرنسا ودولة اليونان طبعا وإسبانيا البروفيسور كارستن بغانت اللي هو عالم مناخ يقول إن الاحتباس الحراري يؤدي إلى تسخين الدورة الهيدرولوجية وهي الدورة اللي تؤدي إلى تبخر مياه البحر بشكل أكبر وهي ما تسبب فقط أمطار أكثر بل تسبب سقوط كمية مطار هائلة بفترة زمنية قصيرة مثل ما حصل بدولة ليبيا ومثل ما حصل بدولة اليونان دولتين مطلعة على البحر المتوسط ضربهم أعصار دانيال وباليونان يقال إن كمية المطار اللي هطلت على اليونانيين 750 لتر بكل متر مربع واحد هذا بسبب هذه الظاهرة وبتاريخ اليونان ما هطلت عندهم هكذا كمية مهولة من الأمطار يعني على الأقل لم توثق الدوائر أو التسجيلات هكذا كم من الأمطار بصورة عام هذه الظاهرة تحصل بكثير من دول عالم ظاهرة النينو وهي حصلت بتايلند بأميركا بهونغ كونغ وبالصين ولكنها تهدد دول البحر المتوسط بشكل كبير لأن حسب قول العلماء درجة حرارة البحر المتوسط تحديدا البحر المتوسط ارتفعت بشكل كبير بالسنوات الماضية ووصلت إلى 31 درجة وهي عالية والأعلى من بداية تسجيل وقياس وتوثيق درجات الحرارة كل درجة زيادة بالبحر يقول العلماء أنها تؤدي إلى تبخر وامتصاص الهواء والرطوبة أكثر بمقدار 7% يعني نسمع درجتين زاد الحرارة نتصور أنه الأمور عادي درجتين 13% ما يأثر علينا ولكن كل درجة تزيد يعني امتصاص الهواء والرطوبة بمقدار 7% أكثر الآن البحر المتوسط أصبح أكثر دفئ بمقدار 3 درجات ولكنها بالمقارنة مع ما كان عليها الحال قبل 40 سنة من الآن هذا يعني 21% امتصاص بخار أكثر ويؤدي بالنهاية إلى تكون سحب سوداء بكثر ما هي محملة بالأمطار يقولون علماء المناخ أن البشر يعرفون بمخاطر الاحتباس الحراري ولكنهم لا يفعلون شيء ولو بالثلاثين سنة القادمة ازدادت حرارة البحار 3 درجات أخرى فالأمطار ستهطل بالهبل على دول البحر المتوسط ورح تأدي لتقليل عدد السكان بسبب السيول والفيضانات اللي تعملها إذن هنا لدينا الأرض تقوم بحل مشاكلها بنفسها وهذه العملية هي موجودة من ملايين السنين هي ليست جديدة وكلما كان هناك مطار أكثر كلما كان على الأرض تحمل أوزان أكبر من المياه والسدود والبحيرات الصناعية اللي يعملها البحر وتحمل هذه الأوزان يؤدي إلى تكوم أو تكون الزلازل طبعا الخطير بهذا الكلام هو أنه يدعم نظريات عديدة عن السدود التركية على نهرية دجلة والفرات والنظرية تقول بأن السدود الكبيرة مثل سد أتا تورك واحد أكبر سدود تركية أو ربما أكبرها حمولات مائية كبيرة موجودة به قد تكون حفزت طبقات الأرض على التحرك وهي يعني عملة زلازل يعني قد تكون سبب للزلازل بتركيا وسوريا حتى شمال العراق الآن أو شمال شرق العراق يشهد زلازل أكثر من السابق بالنسبة إلى ليبيا فالموقف هناك مرعب جدا البلد مناخة حار جاف ويعني الناس غير معتادين على أمطار غزيرة وللأسف الآن هناك أمضاع عن أن الضحايا وصل عددهم إلى خمسة آلاف شخص لقيا حتفة بسبب الفيضانات بمدينة درنا وتم وصف الفيضانات بوسائل الإعلام الألمانية بأنها بليبيا سقطت أمطار أكثر بثلاثة مرات مما سقط بوادي الأر الفيضانات التي صارت بشهر تموز من 2021 أدت إلى 200 حالة وفاة بألمانيا وهذه المدينة الليبية درنا سبب الرئيسي للخطورة بها هو طبيعتها فهي عبارة عن تلال ومجاري أنهار موسمية يبدو أن العصار دانيال ملأت تلال والجداول بالمياه وشكلوا سيل عارم حمل كمية كبيرة من المياه جرفت كل ما مر بطريقها من بيوت الناس وحيوانات وسيارات ورمت كل شيء بالبحر الرحمة لضحايا الفيضانات والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحة الموضوع الآخر أصدقائي اليوم هناك تقرير مرعب من المكتب الفدرالي للإحصاء بألمانيا والتقرير يشرح ظاهرة خطيرة وهي إفلاس الشركات والمحلات وإعلانهم لما يسمى الانزولفنس يقول التقرير أنه بفضل الأموال التي صرفت بالجملة من الخزينة الألمانية للشركات بوقت أزمة الكورونا وببداية أزمة الطاقة فقد تمكنت الكثير من الشركات والمصالح من الاستمرار بالعمل ولكن الآن قطعت عنهم المساعدات الحكومية والنتيجة إفلاس وإغلاق وانتقال من ألمانيا إلى خارج ألمانيا يقول التقرير المأساوي أن شهر آب أغسطس من العام الحالي شهد حالات إفلاس بالشركات وإغلاق بالمحلات أكثر من آب أغسطس من عام 2022 بنسبة 14% وسنة 2023 بصورة عامة شهدت زيادة بحالات إفلاس المصالح أي شركات مطاعم محلات بنسبة 24% الشركات والمحلات والمصالح اللي أفلسوا كان عليهم مديونية وأموال واجب تزديدها بمقدار 14 مليار يورو هذا بالنسبة إلى شهر آب أغسطس من 2023 فقط هذا الشهر الإفلاس يحصل بسبب أن الشركات والمحلات صارت ما تربح وإزدادت كلفة التشغيل وكلفة الإنتاج مثلا أنت لديك شركة وراك إنتاج حتى تبيع وتربح الإنتاج صار مكلف تكاليف الطاقة من كهرباء وغاز ومحروقات تضاعفت وأجبر أصحاب المصالح على زيادة رواتب العاملين بأكتوبر من العام الماضي مجبورين كلهم فهم يعني بطلوا يحققون أرباح تكفي لإغلاق أو لتغطية تكاريف الإنتاج بالنهاية أعلنوا الإفلاس الخبراء يحذرون ويقولون للحكومة الألمانية إنها إذا ما تدارك الموقف الآن فالشركات المصانع والمصالح هي عمود اقتصاد ألمانية ومصدر كبير ومهم للضرائب إذا أفلست في الاقتصاد الألماني سيخسر الكثير والناس سيخسرون وظائفهم بهذا الموضوع سنة للنهاية أشارتكم استفادية وتحياتي لكم نلتقي بفيديو آخر مع السلامة